اهلا بكم مع فيلم جديد بيبدأ فيلمنا في جبال كوستاريكا وكان فيه طيارة هليكوبتر بتقوم باسقاط فريق من العلمة بقيادة الدكتور موربس عند مدخل واحد من الكهوف وبنعرف ان موربس مريض بمرض نادر في الدم وبيحتاج لعصايا او عكاز عشان يساعدوا على المش بعد كده بيطلب من فريقه اعداد الفخ اللي المفروض انه معهم وبيتقدم هو عشان يرفع ايديه اللي بتنزف وبيجذب كل الخفافيش الموجودة جوه الكهف للفخ وبيهرب الفريق والطيار من شدة خوفهم وبيفضل موربس لوحده وبنعرف ان كل ده بدأ قبل 25 سنة في اليونان وكان موربس الصغير بيعيش في المستشفى وفي يوم من الايام بيقدم له الدكتور نيكولاس صديق جديد وبيسميه موربس باسم مايلو وكان فيه شيء مشترك ما بين الولدين وكانوا هما الاتنين بيعانوا من نفس المرض النادر في الدم وكان عندهم رغبة واحدة طبعا وهي شفاء من المرض وانهم يبقوا اشخاص طبعيين وفي مرة من المرات واسناء كلامهم بيتعطى الجهاز مايلو فجأة وبيفقد وعيه وبيستخدم موربس جزء من قلمه عشان يصلح الجهاز بسرعة ويرجع مايلو الوعيه بعدها نيكولاس بيعبر عن اعجابه الشديد بزكاء موربس وبيقرر ارساله المدرسة للمتميزين في مدينة نيويورك وبيوافق موربس بعد ما وعده نيكولاس بانه هيخلي باله من مايلو اللي بيكتبله رسالة قبل ما يمشي بيوعدوا فيها بانه مش هيهدى لحد ما يوصل لعلاج لمرضهم لكن رسالته بتقع من ايد مايلو اللي بيروح عشان يدور عليها وبيكتشف بانها وقعت في ايد عدد من الاطفال اللي بينتموا المدرسة قريبة وبيسخروا منه بعد ما قروها وبيبدأوا في ضربه لمجرد المتعة لكن لحسن الحظ بيوصل نيكولاس عشان الاولاد يخافوا ويهربوا وبيحاول بعد كده انه يمنع مايلو من الانتقام لنفسه وبعد فترة من الزمن بيتمكن موربس من الحصول على درجة الدكتوراه وهو في سن التسعة عشر وبيقدر انه يطور دم صناعي لانقاص حياة الملايين من البشر وبيقرر ملك السويد منحه جايزة نوبل لكن موربس بيرفضها وده لانه اكتشف الدم الصناعي بمحد الصدفة اثناء محاولته لعصور على علاج لمرضه وبنرجع مرة تانية للوقت الحاضر وبنشوف موربس اللي بيوصل لوظيفته في المستشفى وبيتكلم مع زملته في العمل الدكتوراه مارتين اللي بتسأله اثناء اجراء بعض الاختبارات عليه عن مشروع المجنون لاعادة مسج الحمض النووي للبشر مع الحمض النووي للخفافيش واللي بيتم تمويله من مايلو لكن موربس بيتظاهر بانه مايعرفش بتتكلم عن ايه وهنا مارتين بتكلمه عن الاعداد الكبيرة من الخفافيش اللي في معمله واللي بيقوم باجراء اختبارات عليها وهنا موربس بيقول لها ان الخفافيش هي الساديات الوحيدة على وجه الارض اللي بتتغزى على الدم وللسبب ده بيعتقد انه لعابها ممكن يكون فيه حل وعلاج لمرضه لكن مارتين بتشكك في الفكرة وكانت حاسة بالقلق بسبب تجربه وبنشوف انه بيكمل وبيختبر مصله الجديد على فار في المختبر ولسوق الحظ بيموت الفار المسكين في الوقت اللي بتعاني فيه واحدة من المرضى منه بتصرع وبيروحوا بسرعة لقضتها وبيضطروا انهم يدخلوها في غيبوبة عن طريق العقاقير وده عشان ينقذوها من احتمال تعرضها لسكتة دماغية ولما بترجع مارتين للمختبر بتتفاجئ بان الفار بيتحرك وان المصل اثبت نجاحه بعد كده بيجتمع موربس مع ميلو عشان يبلغوا بنجاح تجربته وبيطلب فلوس اكتر لاستكمال ابحاثه ولان التجارب اللي كان بيقوم بيها غير قانونية بيقوله انه هيقوم باجراء التجربة خارج الحدود في المياه الدولية وبنعرف ان ميلو هيدفع تكاليف كل شيء عن طيب خاطر في مقابل الوصول لعلاج لمرضه وبعد كم يوم بيخرج موربس وبياخد مارتين في رحلة بحرية وبيتمكن من صنع مصل جديد ومتطور وبيطلب من مارتين انها تحقنه بالمصل في عموده الفقري ولما جسمه بيرتجف بتكرر تربطه في اللحظة اللي بيوصل فيها واحد من افراد الامن الموجودين على ظهر السفينة عشان يطمن عليهم واسناء منقشته مع مارتين بيتمكن موربس من تحرير نفسه وبتدخل مارتين مع الحارس لغرفة العزل وبيحسوا بالصدمة لما بيكتشفوا ان موربس بيمشي على السقف وكان بيتصرب بوحشية ولما بيحاول الحارس انه يستخدم سلاحه بيتحرك موربس بسرعة رهيبة وصعبة تتصدق وبينط فوق الحارس وبيبدأ في اكله وبيتجاهل كل محاولات مارتين اللي كانت بتتوسل عشان يسيطر على نفسه وفجأة بيشتغل جهاز الانذار في السفينة وبينشوف ان صوت جرس الانذار كان بيقلم موربس وبيتصرف بشكل همجي وبيدمر كل شيء في المكان لحد ما بيوصل باقي افراد الامن الموجودين في السفينة وبتحاول مارتين منعهم لكنها بتتعرض للدفع وبتقع عشان تفقد وعيها وفي نفس الوقت بينجح موربس في اختراق الجدار الزجاجي وبيخرج بره غرفة العزل وبيبدأ في الهجوم على افراد الامن عشان نشوف ان القوة الرهيبة اللي اصبح بيمتلكها بعد ما تحول لمصاص دماء واللي بتسمح له بانه يتحرك بسرعة ويتفادى طلقات الرصاص عشان يقتلوا الحراس بدون اي رحمة وبيهرب عدد قليل منهم وبينجحوا في افل باب المختبر لكن موربس اللي اصبح قوي بشكل مش معقول بيتمكن من تحتيم الباب بسهولة وبيمشي على السقف مرة تانية وبيبدأ في مطاردة الحراس وبيتمكن من قتلهم واحد ورد تاني وفي النهاية وبعد ما تغزى على جسس ضحاياه بيرجع مرة تانية لهيئته البشرية وبيروح عشان يتأكد من نفسه في المراية وكان واضح انه وصل لعلاج لمرضه وانه تقريبا اصبح شخص طبيعي بعد كده بيتأكد من مارتينو من انها كويسة وبيرجع كاميرات المرقبة وبيتدايق جدا لما بيشوف كل اللي حصل منه والحالة اللي كان عليها بعد كده بيتحرق وبيبعث رسالة استغاثة وبياخد المصل معاه قبل ما ينطف المياه تاني يوم الصبح بيوصل للسفينة اتنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في القضية ومعاينة مسرح الجريمة لكن بنعرف ان موربس حزف كل التسجيلات من كاميرات المرقبة وفي نفس الوقت بنشوف مارتين في المستشفى وكانت فقد الوعي او بمعنى اضكف غيبوبة وبسرعة بتنتشر الاخبار عن القضية وبتوصل لمايلو ونيكولاس اما موربس فبيرجع للمستشفى وبيقوم بفحص المرضى وبعدها بيروح للمختبر عشان يحتفظ بالمصل في الوقت اللي بيبدأ فيه جسمه في الانهيار مرة تانية وبيروح بسرعة عشان يشرب الدم الصناعي اللي قام بصنعه وبالطريقة دي بيقدر يمنع نفسه من قتل اي شخص عشان يتغذى على دمه وبعدها بيبدأ في اختبار قدراته وبيكتشف انه سريع جدا وانه يقدر يمشي على السقف وينط من مكان لمكان ولما بيدخل للمكان اللي فيه الخفافيش بنشوف انها بتطير حواليه من غير ما تهجمه وبيحس هو بانه اصبح قريب منهم وبيكتشف كمان انه بيقدر يحدد مكان اي جسم عن طريق ارتداد الصوت زي الخفافيش وبيقوم باختبار القدرة دي عن طريق رمي كرة في المكان وانه يمسكها بعد كده وهو مغمض عينيه وان القدرة دي موجودة ومستمرة طول ما هو بيتغذى على الدم وبيكتشف كمان ان الدم الصناعي بيحافظ على استقرار جسمه لمدة 6 ساعات وان المدة دي ممكن تقل بحسب المجهود اللي بيبزله بعكس الدم الحقيقي وبيقوم بعمل اختبار وبيحبس نفسه في غرفة معزولة وبعد كم ساعة بيوصل مايلو لزيارته وبيكتب له على ازاز الغرفة انه محتاج لدم وفعلا بيروح مايلو عشان يجيب له اكياس الدم من التلاجة وبعدها موربيز بيستعيد قوته من جديد وبيندهش مايلو بعد ما شاف التحول الغريب اللي حصل لصحبه وبيطلب منه انه يحقنه بالمصل لكن موربيز بيقوله ان ارتكب خطأ وان المصل ده مش علاج وانه مجرد لعنة وبيصر مايلو على طلبه وبتكون النتيجة ان صاحبه بيتحول لشخص عدواني وبيقوم بطرده من المكان وفي نفس الوقت بنشوف ان مارتين بتفوق من الغيبوبة اخيرا وبيزرع عملاء ال FBI اللي بيعرضوا عليها الصور المزعجة لجسس الضحايا اللي كانت موجودة على السفينة لكن مارتين بتتظاهر بانها مش فاكرة اي حاجة من اللي حصل بعد كده بالليل بنشوف ممرضة وكانت بتشتغل في وقت متأخر وبتلاحظ ان في مشكلة غريبة في اضاءة المكان وبتبدأ تهرب من شدة الخوف لكن بعد كده بتقع في ايد المخلوق المرعب او مصاص الدماء اللي بيقوم بقت لها ولما بيتم العصور على جسستها تاني يوم الصبح بيتفاجئ مربس زي كل زميله في العمل وبيفكر انه ممكن يكون هو اللي عمل كده وابتدى كمان يشك في سلامة قواه العقلية وبيروح للمختبر وبياخد بعض اكياس الدم الصناعي قبل ما يمشي وفي طريقه هو خارج بيواجه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اللي بيسألوا بعض الاسئلة عن التجارب اللي بيقوم بيها وبعدها بيقرروا اعتقاله وهنا مربس بيقرر انه يدافع عن نفسه وبسرعة وبسهولة وبعد كم حركة بيتمكن من هزيمتهم وبعدها بيهرب عن طريق سلم المستشفى وبيحاول تجنب طلقات الرصاص وبيوصل في النهاية لسطح المبنى وبيتعرض لصدمة جديدة نتيجة احساسه بالهوى اللي كان بيخرج من وحدة التكييف وكان اقوى من المعتاد وقبل ما يفهم المعنى اللي ورده بيتم اعتقاله وفي مركز الاعتقال في منهاتن بيتم السمح لمربس بانه يحتفظ بدفتر ملاحظاته وبيقوم باجراء عمليات حسابية عشان يكتشف ان الوقت اللي بيحتاج فيه لشرب الدم بيقل وانه بعد ما كان ست ساعات اصبح اربع ساعات واثنين وعشرين دقيقة ولما بيتم نقل الغرفة الاستجواب بيتم وضع الكيود في ايديه وبيدخل عملاء الاف بي اي وكان معهم ازازة من الماء المقدس تحسبا لأي موقف طارق وبيتم اتهامه بقتل الضحايا اللي كانوا على السفينة بالاضافة لممردة المستشفى لكن موربس اللي بدأ يفقد السيطرة على نفسه بيطلب منهم اكياس الدم الصناعي وكان بيتوسل لكن عملاء الاف بي اي بيتجاه له طلبه وبيقرروا انهم يرجعوا لزنزانته بعد كده بيروح مايلو لزيارة موربس وبيقدم له الدعمه اللي كان عبارة عن كيس من الدم الصناعي ولما بيمشي بيكتشف موربس ان صاحبه نسي عصيته وانه كمان بيتحرك من غيرها وهنا بيعرف الحقيقة وانه مايلو تمكن من سرقة المصل وانه حقن نفسه وانه كمان كان مسؤول عن موت الممردة وفعلا وبمجرد خروجه بنشوف ان مايلو بطل يتظاهر بانه شخصه معاق وبيبعد وكأنه مالوش يد في كل اللي حصل في الوقت اللي كان بيحس فيه موربس بالغضب وبيشرب الدم اللي كان محتاج له وبيتحول لمصاص دماء عشان يهرب من شباك زنزانته بكل بساطة وبيتحرك في كل انحاء المدينة بسرعته المهولة وبيقدر انه يحدد ما كان مايلو عن طريق ارتداد الاصوات وكان وقتها بيهاجم صاحب كشك البيع الصحف ومن غير تفكير بيندفع موربس لمواجهة مايلو في الشارع وبيوصفه بانه وحش لكن مايلو اللي كان محروم من ممارسة حياته بشكل طبيعي بيقوله انهم دلوقتي عندهم قوة مذهلة وانهم يقدروا يعملوا كل اللي يخطر على بالهم وبعد الكلام اللي قاله بيضطروا موربس للهجوم عليه وبتكون النتيجة معركة شارسة ورهيبة بين اتنين كانوا في وقت من الاوقات اكتر من اصحاب واصبحوا اعداء بعد ما تحولوا وبتنتهي معركتهم في محطة متر الانفاء وبتكون النتيجة ان الناس بتهرب وكانوا في حالة من الزعر وبعد فترة من الصراع بيحتفل مايلو بحقيقة ان المصلي نجح في علاجهم من مرضهم النادر لكن موربس بيوعدوا بانه هيلاقي طريقة عشان يصلح كل ده وفي نفس اللحظة بتظهر الشرطة في محاولة للقبض عليهم لكن مايلو بيتحرك بسرعة وبيقت الرجال الشرطة في اقل من ثانية وبعدها بيرقص رأسة النصر تعبيرا عن فرحته وبعدها بيقرر انه يهاجم موربس مرة تانية في اللحظة اللي بيوصل فيها القطر للمحطة وبيحس موربس بالهوى السريع الناتج عن حركة القطر وبينطق قدامه عشان يطير ويهرف في الانفاء من مايلو تاني يوم بتحس مارتينو كأن في حد بيرقبها وبيطردها في كل انحاء المدينة وبتدخل جوه محل عشان تهرب من الباب الخلفي وكان الشخص اللي بيرقبها واحد من عملاء الـ FBI وبتنجح فعلا في الهروب منه وسط الزحمة وبتركب اوتوبيس وبتعرف من الصحف ان موربس مطلوب للعدالة وفجأة بتكتشف انه وراها وكان متخفي وبتصدقوا لما بيقول لها ان مايلو سرق منه المصل وانه القاتل الحقيقي بعد كده بينزلوا من الاوتوبيس وبيعودوا في مطعم وبيسمع موربس اتنين من المجرمين بيتكلموا عن مختبر وبيطلب من مارتين انها هتساعدوا في اكتر من حاجة وبيروح عشان يمشوا وراهم بعد ما اخذ الدم الصناعي اللي طلبوا من مارتين وبيكتشف ان افراد العصابة كانوا بيستخدموا المختبر لتزييف العملة ولما بيطلب منهم بكل لطف انهم يسلموا المختبر ويخرجوا بيحاول فرد من افراد العصابة انه يهجموا بسكنته لكن مارتين بيكسر ايديه وبيتسبب في خوف كل اللي كانوا معاه ولما بيسألوه هو مين بيقولهم انه فينهم بعد كده مارتين بيستخدم اجزاء من الات الطباعة بصنع الاجهزة اللي هيحتاجها لعلاجه من الحالة اللي اصبح عليها في الوقت اللي بيستعدي فيه مايلو اللي كان بيرقص وسعيد بنفسه في انه يخرج وكان الوقت متأخر وبيروح لمالها ليلي وبيشوف واحدة جميلة وبيقرب منها عشان يرازلها وهنا بيظهر شخص عشان يقوله نشافها قبل منه وبيزق عشان يبعده عنها وبيتمكن مايلو من السيطرة على نفسه والتحكم في غضبه وبيخرج من المكان في انتظار خروج الشخص اللي اعتدى عليه مع اصحابه وبيقوم بقتلهم وفي نفس الوقت بتروح مارتين لمختبر موربس في المستشفى وده عشان تاخد بعض الحاجات اللي طلبها موربس وبتتفاجئ بمايلو اللي بيسألها عن مكان صاحبه لكن مارتين بتقسم بانها ما تعرفش مكانه وبنشوف انه بيمشي من غير اي تردد وفي نفس الوقت كان بيتم اقتحام بيت مارتين من عملاء الـ FBI وبيكتشفوا انها مش موجودة لا هي ولا قطتها وبنعرف بعد كده انها قررت تستخبى مع موربس في المختبر الجديد وكان معاها القطة اللي لما بتحاول تأكلها بتتسبب في اصابة صباحة من غير ما تقصد وبيبذل موربس مجهود مضاعف عشان يتحكم في نفسه ويتقاوم ريح الدمها بعد كده بيطلع معاها لسطح المبنى وبيعبر عن اعجابه بيها في الوقت اللي كان فيه مايلو بيرائبهم من بعيد تاني يوم الصبح بيتمكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من العصور على جسس الضحايا قريب من الملها الليلي وبعد فحص كاميرات المرائبة بيكتشفوا ان مايلو هو القاتل الحقيقي ولما بيشوف نيكولاس الأخباري الأخيرة بيقرر ان يروح لمايلو وبيطلب منه انه ما يقتلش حد مرة تانية لكن مايلو بيقوله انه ملي من نظرة الشفقة اللي بيشوفها دايما في عنيه وانه كمان كان بيحس دايما بانه بيفضل موربس عليه بعد كده بيهجمه وبيتسبب في اصابته بجروح خطيرة في الوقت اللي بيتمكن فيه موربس من تطوير أجسام مضادة لعلاجه من الحالة اللي وصل لها ويتخلص من شخصية مصاص الدماء اللي سيطرت عليه وبيصنع جروعتين من المصل جرعة المايلو والجرعة التانية بيسلمها المارتين عشان تحقنه بيها في الوقت المناسب وفي اللحظة دي بتوصله مكالمة من نيكولاس اللي بيطلب مساعدته وبيروح موربس بسرعة لشقة مايلو لكن بعد فوات القوان لان نيكولاس بيطلب منه منع مايلو من ان يقتل الناس وبعدها بيموت وفي الوقت نفسه بيكرر مايلو انه يخطف مارتين وبيكبرها عشان تنطق باسم موربس اللي بيتمكن من تحديد موقعهم بعد ما سمع اسمه وبيطير عشان يعبر المدينة ولما بيوصل بيكتشف ان مارتين كانت بتنزف على السطح بعد ما تسبب مايلو في إصابتها وبتطلب من موربس انه يتغذى على دمها قبل ما تموت عشان موتها يكون بفايدة لكن موربس بيرفض وبيقرب منها عشان يحضنها وبتنزل نقطة دم منه في بقها في اللحظة اللي كانت بيتموت فيها وبيستسلم موربس لغضبه الشديد وبيصرخ وهو بيمص دمها في الوقت اللي بيظهر فيه مايلو على السطح وبيجر عشان يهجم عليه وبيعوا هما الاتنين من فوق المبنى واسناء ما كان ده بيحصل بنشوف انه كل واحد كان بيحاول انه يقتل التاني ويتخلص منه وبتتسبب معركتهم في تدمير المباني اللي في المنطقة بشكل عنيف واسناء ما كانوا في طريقهم للارض بيدرب مايلو موربس بقوته الرهيبة عشان يوقعه وبعدها بيمسكه من رجله وبيرميه على لوحة اعلانات مضيقة وبيقع موربس مرة تانية وبيهاجمه مايلو وبيسحبه في اتجاه واحد من المباني قبل ما يقع على الارض وبينزله في النهاية جوى النفق واسناء ما كان مايلو بيدحك زي المجنون بيستعد موربس ميزة الموجات الفوق صوتية وبيبعت رسالة قوية من خلال النفق عشان يطلب المساعدة وفجأة بيظهر جيش من الخفافيش لمساعدة موربس عشان يقف على رجله ولما بيحاول مايلو انه يقتله بقضيب من المعدن بتتحرك الخفافيش للدفاع عنه وبتمسك بمايلو في الوقت اللي بيروح فيه موربس عشان يحقنه بالمصل الجديد وبيتحول مايلو مرة تانية وبيرجع لهيقته البشرية وبيعتذر لموربس قبل ما يموت وفي نفس الوقت بيوصل عملاء الاف بي اي مع الشرطة وبيختفي موربس بين الخفافيش عشان يطير من النفق من غير محد يشوفه أما مارتين فابتصحة فوق سطح المبنى وبتكتشف انها اصبحت مصاص الدماء وفي نهاية الفيلم بنشوف التعويزة اللي سبايدر مان تسبب في فشلها وكان نتيجتها خلل في الاكوان المتعددة وبيتم نقل ادريان تومز العدو اللادود لسبايدر مان عشان يوصل للكون اللي فيه موربس وبيتم اطلاق صراحه عشان يرجع بسرعة لهيقته الشريرة وبيحاول بعد كده انه ينضم الموربس وبكده ينتهي الفيلم كان معاكم الملخصات محمد ابراهيم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة سلام